إلى ذلك رئيس الفريق الركن معالي الشخراشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اجتماعا أمنيا صباح اليوم بحضور كبار ضباط الوزارة وذلك للإطلاع على مجريات الموقف الأمني وما توصلت إليه أعمال البحث والتحري في العملية الإرهابية الأخيرة بقرية كرباباد والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه الجريبة التي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد وفي بداية الاجتماع قدم معالي وزير الداخلية خالص التعازي لكافة أبناء الوطن وأسرة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير الذي استشهد من سامس في عملية رابية آثمة دعينا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان وأن يمنى سبحانه وتعالى على رجال الشرطة المصابين بالشفاء العاجل وأشار معالي وزير إلى أن الجهود الأمنية المستمرة في تعزيز الإجراءات اللازمة لمحاسبة ما تبقى من جيوب تحريضية التي كانت سببا رئيسيا للأعمال الارهابية التي استشهد بسببها 17 من رجال الأمن منذ العام 2011 مضيفا أنه ولله الحمد تم الكشف عن المتورطين في تلك القضايا وتقديمهم للعدالة وأوضح معالي وزير أن المحارضين والمنفذين يتحملون المسؤولية القانونية وأن العملية الارهابية الأخيرة سبقها تحريض من الداخل والخارج ضمن محاولات تصعيدية منوها في الوقت ذاته إلى مسؤولية أولياء الأمور في الحفاظ على أبنائهم وحمايتهم من آثار التحريض السي ونعيبهم عن ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون وأكد معالي الوزير أنه ليكن معلوما لدى الجميع أن رجال الأمن مخولون قانونيا باستخدام السلاح ضد كل ما يعارض حياتهم أو أمن البلد للخطر وأن مهمة رجال الشرطة هي حماية الأمن والنظام العام مذكرا بأهمية سرعة البت في القضايا الأرهابية بما يضمن حماية الأمن والسلم الأهلي تحقيقا للعدالة الناجزة ولينال مرتكب هذه الجرائم القصاص العادل ليكون ذلك ردعا للآخرين وفي ختام اللقاء أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما بيدلوه من تضحيات وجهود مخلصة لحماية الوطن والحفاظ على مقتسباته مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية المواصلة في أداء الواجب الأمني في ظل المستجدات الوضع الأمني العام والتحديات والمتغيرات الأمنية المتسارعة والتي تشهدها المنطقة ويستدعي التعامل معها تطويرا مستمرا في الأداء والخطط الأمنية ترجمة نانسي قنقر